بخري بها بيتك اول اسبوع من شهر رمضان واقسملك بالله هتملى بيتك رزق ومال وخير وهتمنع وجود الحسد والسحر والعارض واي مشاكل موجودة في بيتك نهائيا وهقولك ازاي تعرفي وانت بتحرقيها اذا كان اللي عندك ده في البيت حسد او سحر او عندك نظرة او عندك اي نوع الحاجة اللي عندك مهما انكبرت او كانت حتى صغيرة وانت بتحرقيه وهوريكي بعينك لان النهاردة هعملها لكم جدام عينكم وهوريلك ازاي تعرفيه وببيتك وتعملي كشف النفسك وتقدر تشوفي كمان مين الشخص اللي محسود في بيتك او مين الشخص اللي معمول له سحر وتعمل له امتى ومين كمان اللي عملهوله بالمكونات دي او بالحاجات اللي احنا هنحرقها دي اللي سهلة وبسيطة جدا كمان ان انت تجي بيها هتتخلصي بيها وتفكي بيها جميع انواع السحر والحسد بكل سهولة وبالتجربة جدامك العملية ياريت ما تبخلوش عنا بلايك للفيديو واشتراك للقناة ويالله بينا نسمي الله السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين وكل سنة وانتوا طيبين وكل سنة واحنا طيبين حبيبي ويا رب ينعد علينا وعليكم بالخير والبركة ويبعد عننا اي حاسد وحاخد واي ساحر ويا رب ان شاء الله باذن الله يفك ويبعد عن اي حد متأزي او عنده ازى بسبب سحر او حسد او اي حد عنده ازى من اي شخصة حواليه ازى وحتى مش عارف يفك ده ومش عارف يتخلص من ده مش عارف ازى يرجع على حياته الطبيعية مش عارف ازى حياته تستقر امور كتير وحاجات كتيرة في حياته اطلق بطت وفي ناس حياتها بازت خالص وكمان مش عارفة تعرف اين نوع الحاجة اللي عنده النهاردة بالطريقة دي هقولك ازى تعرف جلب بيتك ومن غير ما اي حد من اللي حواليك يحس هتعرفي وهوريك ازاي بالطريقة دي ازاي تعرفي ومش بس تعرفي كمان وتتخلص من اي حسد واي سحر موجود في بيتك كبر او صغر يعني ليه فترة طويلة او ليه زمن او جريب معملك يعني ليه عملك مشاكل كتيرة او لسه هيعملك لانه في انواع من انواع السحر اللي بيكون معمول ومشاكله بسيطة ولكن بتبقى لاموره الصعبة او الحاجات اللي هعملها لسه شوية لقدامه ازا انت حاسة انه في حياتك لغبط او مشاكل فاللي قدامه يكون اصعب بكتير من اللي انت عايشه فعشان تمنع ده كله ونتخلص من ده كله تعالوا مع بعض نشوف الطريقة بتاعتنا اول حاجة معانا معانا ملح الملح العادي واي نوع ملح خشن او اي نوع ملح انت حابة تستخدمي استخدمي براحتك المهم ان انت تجيب نوعية ملح تكون بودر شوية تكون سهلة في حرجها يكون سهل في حرجه طيب بعد ما حطينا الملح او جيبنا كمية الملح اللي انت حابة تجيبها طبعا التجربة دي او الحاجة دي هنعملها على البتجاز البتجاز وهنبخر بيها بيتنا على البتجاز مش هنضطر نحطها في المبخرة مش هنضطر نحطها على فحم ولا اي شيء عندك عين البتجاز بتاعتك اختار عين تكون واسعة شوية عشان تاخد راحتك عليها وبعد كده هنبدأ نحط الملح بتاعنا اللي هو نصه خشن تحسيه خشن وتحسيه ناعم يعني ما بين البنين خلاص هناخد شوية على عين البتجاز فيه ناس كتير اول ما بتيجي تعمل الحركة دي او تعمل الطريقة دي بتقول لك ايه الدنيا يعني بصوا فيه اصوات تك 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 دي خروج العين والنظرة يا جماعة من الانسان اللي بيعملها يعني بصوا عندك حسد عندك نظرة عندك اي شيء خفيف من الحاجات دي اللي هي برضو عاملالك مشاكل وكل الامور دي بس طبعا اسهل بكتير من السحر والامور المعقدة الكبيرة التانية دي فلمجرد ما تحطي الملح كده وتحس انه الملح مش طبيعي يعني مش محطوطه خلاص بدأ يعمل اصوات فتأكدي من انك عندك نظرة وحسد هنبدأ نجيب نواة بلح او نواة طمر باعدات فرضية وسبق قلت لكم ليه باعدات فرضية علشان ما كررش كلامه وتداجوا مني اعدات فرضية علشان الناس برضو اللي عندها عكسات واللي عندها امور في حياتها بعيدا عن الحسد والسح علشان برضو تفيدك لو انت عندك حتى وانت مش حاسة خلاص عندك عكس دست على حاجة بالغلط او دخلت الحمام متأخر بالليل حصل عندك عكسات باي شكل من الاشكال اللي بعيدة عن الحسد والسحر فعاوزة تعمل الطريقة دي وتحسيها جابت معاك نتيجة برضو من غير ما تعكس معاك فلازم تحطي هنا النواة البلح او الطمر تكون اعدات فرضية ودي طبعا اعدات فرضية حتى في اكل البلح والطمر دي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص وانت بتحطي نواة البلح وتحرجيها على الملح كده هتحطيها اعدات فرضية ممكن تسعة ممكن سبعة ممكن تلاتة خمسة حلوة خالص وخصوصا خمسة دي لو عندك اي حسد خمسة من البلح او نواة البلح والطمر دي طبعا هتكون احسن شيء خلاص بعد ما حطناه كده هنستنى يتحرك طبعا زي ما انتم شايفين انا حطى الملح وحطى نواة البلح ولكن مش بسهولة هيتحرجوا ليه وده اكبر دليل على وجود ايه او على عدم وجود ايه لو انت حطيت الملح على النار وما تحركش معاك بسهولة هو ونواة البلح تحرك بشويش سنة سنة حاجة بسيطة بسيطة خالص فتأكدي ان بيتك خالي من اي حسد وايه اي سحر وخصوصا اي سحر مفوش اي سحر ممكن تكون نظرة بسيطة ممكن تكون حسد بسيط او شوية عكس بسيطة ولكن مفيش سحر الملح لو حطتيه على النار ونحرك بسهولة معاك فتأكدي تأكدي من وجود سحر في بيتك من وجود سحر في بيتك وهوريكم طبعا احنا ازاي الاخر لحظة مش هتحرك معايا الملح يعني الاخر لحظة مش هتحسي ان الملح تحرك معانا ولا ضاع ولا راح ولا داب ولا الكلام ده ولكن نواة البلح هتتحرك ولكن بيه بالتدريج شوية شوية لو حسيتي انه في حالة انك حطتي الملح ونواة البلح هتحرك معاك بسهولة حطي تاني بس برضو نواة البلح تكون اعداد فرضية وشوية الملح حط عليهم شوية تانيين خلاص كده طيب وانا بحرج الملح ده او انا بحرج نواة البلح بصوا انا عايز اقول لك حتى اي طاقة موجودة في البيت بسبب حد لانه اوجات كتير ممكن حد يكون معمول له سحر او حد يكون انسان حسودي جدا 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 او هو عنده طاقة سحر يعني في حد عمل له سحر لمجرد ما دخل بيتك عكس بيتك بيتك اصبح طاقت ومش حلوة خالص بيتك اصبح مليء بالمشاكل والهم والحزن مفيش يعني مفيش شغل مفيش اي حاجة ايجابية حواليك انت مش شايفة اي حاجة كويسة وحتى لو في مال وفي كل حاجة انت مش شايفة فخلاص فلمجرد ما هتبدأ تحرق في دول على النار او تبخر بهم بيتك والله العظيم بجد هتسحب اي طاقة من التقاط دي اللي جاكي حتى من برة يعني من اشخاص برة سواء مقربين او اشخاص جو شوية ومشيوا من البيت ما رجعوش تاني ما جوش تاني مثلا او رجلهم خفيفة على بيتك مش بيدخل وطلعوا كتير فهتلجي انها بتسحب من جميع اركام بيتك اي طاقة سلبية حتى لو الطاقة دي جالك من ولادك بسبب طلوعهم ودخولهم بسبب ان هم بيروحوا بيوت بيروحوا عند حد بيروحوا عند اصدقاء فبتلجي الاشخاص المختلطين دول هم اكتر ناس بيوتهم معكوسة او فيها مشاكل او فيها هم وفيها حزن وفيها مثلا واحدة تقول لك الرزق يا جماعة انا عاوز حاجة للرزق ده ما فيش شغل ده كذا ده كذا تلجيها هي اللي هي ايه بتطلع وتدخل كتير تلجيها الزوجها هو نفسه بيدخل بيطلع كتير عنده ام وعنده اخت وطالع داخل طالع داخل فهماني فبتنعكس الحاجات اللي عندهم عليك انت او نظرتهم عليك انت كمان في البيت وعلى بيتك فعشان تخرج ده كله من بيتك وتمنع ده كله لازم تبخر بيتك بنواة البلح والملح وتستني النتيجة قدام عينك يعني انت كمان تشوفي بعينك ايه نوع الحاجة اللي عندك والاخر لحظة دي نحطاها على البوتاجاز وزي ما انتم شايفين يعني خد تشوفي كم من الدقائق وانا ما فصلتش الفيديو خالص ولكن الملح ما انحركش نواة البلح حتنحرج معاكي ولكن بصعوبة بصعوبة فده في كل الحالات هيكون عندك شوية نظرة او حسد ولو الملح ما انحركش فتأكدي انه العكوسات دي معمولة عندك بسبب دورة المياه او بسبب انت بتحطي مياه فيها كذا او كذا في دورة المياه او في الاحواض او زيت مغلي فانت العكس بيتك كنت اللي عاملة مشاكل في بيتك بنفسك ولكن المشاكل دي مش جاكي من برا فبالتالي حرج ده هيفك ده كله وهيمنع ده كله من بيتك نهائيا اما لو الملح تحرج معاكي ونوات البلح تحرج وبسهولة فعلى طول هتكرري العملية دي مرة واثنين وثلاثة يوم اثنين ثلاثة مع بعض ولو قدرت في اليوم تعمليها تلات مرات بدل ما تعمليها على ايام تعمليها في اليوم نفسه تلات مرات ما بين كل مرة ومرة ساعة فياريت تسرع على طول وتبخر بيها بيتك في يوم واحد واخلص من اي حسد واي سحر نهائيا من بيتك جاكي من برا من اشخاص بيجولك او موجودة في بيتك قريدي او انت عكست نفسك بنفسك بالامور اللي قلتلك عليها هتملى بيتك رزق يا جماعة والله العظيم هتملى بيتك رزق وخير وهترايح نفسيتك ونفسيت اولادك وهتحس بالفرق من اول مرة تعمليها لو هتعمليها على ايام ولو عملتها في يوم واحد التلات مرات والله العظيم بجده هتحس بالفرق من اول ساعة تعمليها فيها يا رب تكون الطريقة سهلة وبسيطة عليكم ويا رب يبعد عننا اي حاسد واي حاقد واي ساحر